كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أيضاً الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إصدار قرار بتغيير اسم مدينة سانت كاترين إلى مدينة التجل الأعظم وقام إعلامي مجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة جنوب سيناء والتي أكدت أن اسم مدينة سانت كاترين لم يطرأ عليه أي تغيير وذلك حفاظاً على هوية المدينة التاريخية والأثرية وشهرتها العالمية بهذا الاسم مشيرة إلى أن التجل الأعظم هو مشروع يجرى تنفيذه بمدينة سانت كاترين ولا علاقة له باسم المدينة وإنما يستهدف تحويل المدينة إلى مدينة للسياحة الدينية والبيئية مع الحفاظ على الطبع الرحاني والأثري للمكان